مصر دايما بتبذل جهود لا تنقطع في إيجاد حلول الأزمة المشتعلة في الأراضي الفلسطينية ومن بين الجهود دي التقارير اللي بتتكلم عن أن وفد أمني وعسكري مصري رفيع المستوى التقى رئيس الموساد ووفد من الشباك ضمن الجهود اللي بتقوم بيها مصر لعودة المفاوضات ووقف إطلاق النار في المنطقة ده هي كمان مصر أعلنت أكتر من مرة في أكتر من مناسبة نهاية بترفض العمليات العسكرية من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي المستمرة في شمال قطاع غزة ولكل التجاوزات لكل الجرائم اللي بترتكبها إسرائيل في حق أهالينا في فلسطين وكمان مصر كانت قد حذرت إسرائيل من خطورة استمرارها في عرقلة إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع اشتركوا في القناة